اهلا بكم من جديد استقبلت طيران الخليج الناقلة الوطنية لمملكة البحرين دفعة جديدة مكونة من ثمانية طيارين لمنصب طيار ثاني حيث أكمل سلسلة من التدريب الأساسي وذكرت الناقلة الوطنية في بيان أنه تم تصميم هذا البرنامج التدريبي لطيران الخليج لتخريج طاقم ذي كفاءة من الموظفين المهنيين في مجال الطيران وأضافت أن طيران الخليج تلتزم بالاستثمار في القوى العاملة البحرينية وتطويرها الوظيفي وهو الأمر الذي تواصل معه توفير الفرص للمواطنين البحرينيين لتولي مناصب عليا في الناقلة حيث أن نسبة البحرين تصل إلى 90% من موظفية الناقلة في المقر الرئيسي بالمحرق و70% من إجمالي طياريها متابع الآن سعار صرف أدينار البحريني مقابل العملات الخليجية والعالمية موسيقى 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 وإلى أسواق المال في نهاية التعقدات هذا اليوم ونبدأ مع بورصة البحرين فقد تراجع مؤشر البحرين العام بنسبة 0.16% وأقفلت عند مستوى 1532 نقطة وشهدت التدولات اليوم انخفاض مؤشر قطاعات البنوك التجارية والتأمين وأيضا قطاع الفنادق والسياحة وقد بلغت كمية الأسهم المتداولة مليونين وثلاثمائة وسبع وثمانين ألف سهم بقيمة إجمالية تجاوزت 425 ألف دينار تم تنفيذها من خلال 75 صفقة وقد تركز نشاط المستثمرين في التداولة اليوم على أسهم قطاع الخدمات أما بالنسبة إلى غلاقات بقية البورصات الخليجية فقد أثر نزيف البورصات العالمية على أغلب أداء البورصات الخليجية في تعاملات اليوم نبدأ القراءة مع السوق المالية السعودية التي أقفلت بتراجع بنسبة 0.94% وأقفلت عند مستوى 8500 وثماني نقاط بتأثير من انخفاض أغلب المؤشرات في البورصة السعودية أما بالنسبة إلى بورصة الكويت مؤشر السوق الأول أقفلت على تراجع بنسبة 0.48% وأقفلت عند مستوى 6610 نقاط حيث شهدت أغلب المؤشرات في البورصة انخفاضا في نهاية التداولات سوق بوظبي للأوراق المالية شهدت أيضا تراجعا بنسبة 0.56% وأقفلت عند مستوى 5040 نقطة حيث ارتفعت أو هبطت جميع المؤشرات ما عدا مؤشر قطاع الاستثمار وأيضا الخدمات المالية أما سوق دبي المالي فقد أقفلت على ارتفاع بنسبة 0.07% وأقفلت عند مستوى 2790 نقطة وسط تقدم لقطاعي الاتصالات بشكل رئيسي أخيرا سوق العاصمة العمانية مسقط أقفلت على ارتفاع كان الأكبر في أقفل اليوم بنسبة 1.02% مقفلة عند مستوى 3929 نقطة مع تقدم كافة مؤشرات البورصة العمانية حذرت وزارة المالية السعودية من التعامل أو الاستثمار في العملات الافتراضية ومنها العملات المشفرة وأكدة أنها لا تعد عملات أو أصولا معتمدة داخل السعودية وأشرت الوزارة إلى ما تنطوي عليه كثير من التعاملات من احتيال وشبهة استخدامها في عملات أو تعاملات مالية غير مشروعة ومخاطرها الاستثمارية العالية المرتبطة بالتذبد بالعالي في أسعارها وأوضحت الوزارة أن أي استخدام لإسم العملة الوطنية أو أسم أو شعار السعودية من قبل أي جهة للتسويق للعملات الافتراضية أو الرقمية سيكون عرضة للإجراءات القانونية من قبل الجهات المختصة بالمملكة كشفت إحصائية لموقع مباشر ارتفاع صافي أرباح شركات الاتصالات المدرجة في ست أسواق خليجية خلال الربع الثاني والنصف الأول من العام الجاري 2019 على أساس سنوي وكان النصيب الأكبر من صافي أرباح القطاع لشركات الاتصالات المدرجة بسوق الأسهم السعودية تداول يليها الإمارات ثم الكويت وأظهرت الحسابات ارتفاع أرباح 14 شركة اتصالات خليجية بنحو 16.7% في الربع الثاني من عام 2019 على أساس سنوي وبزيادة قيمتها 288 مليون دولار عن الربع المماثلي من العام الماضي نشرتنا مستمرة من تلفزيون البحرين وفيها بعد قليل هواوي تتعامل مع أزمة انخفاض المبيعات التي تواجهها عبر عدة إجراءات منها تقليص الوظائف الزائدة وإلى الأخبار العالمية حيث قال المبعوث الأمريكي الخاص لكوريا الشمالية إن واشنطن مستعدة لاستئناف المفاوضات التجارية مع كوريا الشمالية وأدلى ستيفن بيونغ بهذه التصريحات بعد يوم من انهاء الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية لمناورات عسكرية دورية يذكروا أن المفاوضات بين واشنطن وبيونغ يانج انهرت بعد القمة الثانية التي جمعت الرئيس دونالد ترامب والزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون بفيتنام وذلك في شهر فبراير الماضي دون التوصل لأي اتفاق أكدت وزارة الخزانة البريطانية أن هيئة الضرائب في المملكة المتحدة ستصدر تلقائيا رقم تسجيل خاص لأكثر من 88 ألف مصدر على مدار الأسبوعين المقبلين وهو رقم ضروري يخولها مواصلة التجارة مع الاتحاد الأوروبي بعد خروج بريطانيا في الحادي وثلاث من شهر أكتوبر القادم وتشير التقديرات إلى أن 240 شركة ستحتاج إلى تسجيل في النظام الجمركي إلى أن 72 شركة فقط تقدمت بطلب الانضمام حتى الآن وعلى صعيد متصل قالت الحكومة البريطانية إنها ستوفر مبلغا إضافيا قدره 9 ملايين جنيه استرليني لضمان جهوزية الموانئ الرئيسية والمناطق المحيطة بها لبريكزيت باعت ألمانيا سندات لأجل 30 عاما بعائد سالب للمرة الأولى على الإطلاق في الوقت الذي شهد فيه طلب أدنى مستوى منذ عام 2011 وعقدت ألمانيا مزادا لبيع سندات تحين فترة استحقاقها في أغسطس 2050 بكوبون صفري للمرة الأولى في تاريخها وبلغ متوسط العائد على السندات الألمانية لأجل 30 عاما في مزادها الأخير سالب 0.11% للمرة الأولى على الإطلاق وجذب المزاد نحو 869 مليون يورو من العطاءات للشراء من الطرح المقدم بقيمة ملياري يورو وسجل الطلب على العروض المقدمة أدنى مستوى منذ عام 2011 انخفضت الأسهم اليابانية مع تجدد المخاوف من ركود عالمي مما أضر بالأصول عالية المخاطر بينما عززت الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين والضبابية السياسية في إيطاليا وبريطانيا من حالة الحذر العامة في الأسواق واقتفى المؤشر نيكي للأسهم اليابانية خسائر بورصة وولستريت ونزل 0.3% ليصل إلى 20.618 نقطة مع تعاملات ضعيفة بسبب عزوف المستثمرين ترقبا لأحداث مهمة هذا الأسبوع ويركز المستثمرون بشكل خاص على تعليقات رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي جيرمو باول خلال ندوة جاكسون هو اليوم الجمعة وكذلك قمة مجموعة السبع التي تعقد في فرنسا بين الرابع والعشرين والسادس والعشرين من أغسطس لتوجيه المؤشرات على اتخاذ خطوات لدعم النمو الاقتصادي ونتابع الآن أبرز مؤشرات الأسواق العالمية وأسعار النفط والمعادن الرئيسية موسيقى موسيقى حذر مؤسس هواوي رين شينغ من أن الشركة الصينية تمر بلحظة حياة أو موت وذلك في ظل ذلك تعتزم الشركة اتخاذ مجموعة إجراءات منها تقليص الوظائف الزائدة للتعامل مع الأزمة التي تواجهها ورغم أن هواوي حصلت على إعفاء لمدة تسعين يوما من الحكومة الأمريكية والذي يسمح لها بشراء مكونات من شركات أمريكية إلا أن حالة عدم اليقين التي تحيط الشركة الصينية كلفتها أو كلفتها الكثير وذلك في ظل القيود الأمريكية المفروضة عليها وتتوقع الشركة أن تتراجع مبيعاتها من الهواتف الذكية خلال العام الجاري بواقع 60 مليون جهاز بفعل القيود الأمريكية المفروضة عليها ترجمة نانسي قنقر